على الرغم من التوترات الأمنية المتصاعدة والتهديدات المحتملة بالحرب انطلق الموسم السياحي في لبنان مسجلاً أرقام تبشر بموسم واعد مع تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الرحلات الجوية ويرجح بأن تصل نسبة الملاءة إلى 100% وبتصريح لافت لرئيس الحكومة ناجيب ميقاتي في خلال إطلاق حملة مشوار راحين مشوار للموسم الصيفي 2024 فقد أكد أن إرادة اللبناني أقوى من أي مشكلة مطمئناً بالوصول إلى حل في الأيام المقبلة لماذا حتى نذكر غير فرح؟ نحن كلنا بفرح وإن شاء الله مندلنا فرحانين وأنا قلت لهالشعب بده يعيش وإن شاء الله ما في شي بيقف بيوش هلأ أكيد ترى عم المرأة كتير صعب بس كل لبنانية نحن معوادين أن نوقف حتى لو أدما كانت الوقعة صعبة عم نوقف أكتر وأكتر فيه أعداد من الزوار العرب عم بيجوا أيضاً رغم مع الأسف قرارات التحذير اللي عم تطلع عن حكومات بعض الدول العربية لكن إرادة الحياة عند اللبنانيين أنا بحسة أقوى من جهته قارن وزير السياحة حركة مطار رفق الحريري بين عامي 2023 و2024 بحيث تتجاوز حركة الوافدين 13 ألف راكباً يومياً مؤكداً أن الفرق هو واحد بالألف وهو مؤشر إيجابي جداً صحيح أنه حركة الأجانب الوافدين اللي بيجوا سواع على لبنان عددهم نقل بس بالأرقام تبين أنه اللبنانيين بالانتشار هني عم بيجوا أكتر على لبنان وعم بيكون عندهم إرادة قوية ومحبة للوطن أنه يجوا يزوروا لبنان رغم كل الظروف نحنا أكيد قلبنا على جنوب لبنان بس ما فينا نوقف هون مشوار الصمود والأمل اللي نحنا أطلقناه اليوم هو رسالة لكل العالم أنه لبنان موجود شعبه بشعبه بالمقاومات اللي عنده إياها السياحية رغم كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية إذن الصمود في وجه الحروب والأزمات هو الصورة التي تحاول الحكومة والمسؤولين اللبنانيين إظهارها للمجتمع المحلي والدولي للتأكيد على موسم سياحي واعد الصيفية قردي ابتدت نحنا اليوم صرنا بأول تموز بلبنان الصيفية من حزيران بتكون ابتدت صيفية صعبة علينا بالمعنى أنه اليوم نحنا بظرف بحروب موجودة حروب على المستوى الإقليمي كله وخاصة حروب عنا بفلسطين المحتلة وحروب على مستوى الحدود اللبنانية فبالتالي نحنا بدنا نضلنا صامدين مش بس عم نحارب وإنما أيضا عم نفرض الاستقرار الداخلي اللي من خلاله عم نقدر نعيش هذه الأيام اللي عم تزدير فيها سياحة رغم كل الصعوبات بعتقد أهل البلد رح يجوا علما أنه كثير من الدول الأجنبية والدول العربية للأسف عم بيخوفوا أنه متجوا هلا أنا بعتقد لبنان معوّد وصار الشعب معوّد وهذا قوتنا إذن يعتبر القطاع السياحي شريان الاقتصاد اللبناني ويشكل مصدرا مهما للدخل وفرص العمل ويعد ثاني أهم مصدر للدخل بعد التحويلات من المختربين بحيث يدر أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا ولكن هذا الواقع خلفه ازدواجية لافتة إذن هذه الأرقام الإيجابية في البلاد لا تشمل الجنوب الذي تهجر منه قرابة المائة ألف مواطن وسجل خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار ودمرت مرافقه وبناه التحتية كما تلفت مواسمه الزراعية ليكون صيف 2024 مزدهرا بمعظم مناطقه عدا عن الجنوب إلين أمراد سي أن بي سي عربية بيروت